مساء الخير عليكم حبيبي واخواتي في كل مكان او صباح الخير على حسب ما بتشاهدوا الفيديو ده النهاردة هنعتبر هنعمل اربع وصفات للشعر بفرق مكون واحد بس هنضيفه للوصفة بتاعتنا هتعالج الشعر الجاف الشعر العادي كمان باضافة المكون بتاعنا لو انت شعرك دوني هنمشي على نفس الخطوات هتقدري تعالجي شعرك دوني وكل المكونات زي ما تعودتوا مع قناة وصفات طبيعية مع راشة موجودة في مطبخنا مكونات سهلة مفيش حاجات مع ادى الوصفة دي يعتبر هنعمل شامبو جاف للشعر بروتين طبيعي للشعر علاج لتساقط الشعر كمان وصفة لزيادة لمعان الشعر بتحافظ على الرطوبة بتعالج القشرة يعني فيها فوايد عظيمة جدا للشعر نقدر ان احنا نستخدمها بشكل يومي ما فيهاش اي ضرر طبعا كلكو طلبتم مني حمام كريم طبيعي للشعر انا عن نفسي بصراحة يمكن الوصفة دي من اكتر حمامات الكريم اللي الطبيعية اللي ممكن تستخدموها على شعركم يوميا ما فيهاش اي ضرر بس هتفرق معاكم 180 درجة وهقولك كمان على مكون سحري موجود في كل الصيدليات عند العطارين عند كمان الناس اللي بتبيع العلافة يعني الخامات كلها متوفرة تقدري تعمليها كشمبو جاف للشعر تقدري تعمليها كبلسم او حمام كريم للشعر مكونات بسيطة جدا بس هتفرق في شعر كتير عشان ما طولش عليكم لو وصلت لحد هنا يريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وكمان القناة متفعالة فيها سوبر شات لو فيه حد حابب انه هو يدعمني بالسوبر شات هتدوسوا على السوبر شات وتدعمونا وان شاء الله تنورونا وتشغرفونا في القناة ويلا نبدأ بقى في مكونات الوصفة عشان ما نطولش عليكم طبعا اول حاجة معايا بولا فاضية وتكون نضيفة وتأول مكون معنا وهو بما اننا طبعا كلنا كانت احنا في موسم عشورة يعني عندنا امح او جبنا امح فاحنا بناخد الامح ونطحنه او بنشتري من عند العلاف نقول له عايزين دقيق امح هناخد معلقتين او تلاتة على حسب طول وكسافة شارك هنضيف عليهم ربع كباية من المية السخنة او الدافية ونقلبهم كويس جدا ودي كده بقت اول وصفة معايا انا عملتها النهاردة الوصفة سهلة جدا هنستخدمها على فروة الراس كبديل للشامبو هتفرق معاك ممكن نستخدمها كل يوم ممكن نستخدمها مرتين في الاسبوع ممكن نستخدمها مرة في الاسبوع بنفضل نقلب كده لحد ما بيبتدي الدقيق يشرب الوصفة بتاعتي بس بعايزة القوام بيبقى سايل كده انا مش عايزة فيها اي تكتلات ومش عايزة الوصفة تبقى تخينة انا عايزاها تبقى زي الميا كده عشان لما اجي اعمل اسكروب الشعري تبقى الوصفة معايا خفيفة اقدر انضف فروة الراس بتاعتي بتعمل على امتصاص الدهون الزيادة كمان بديل الشامبو كمان بتدي لمعاين للشعر كمان الوصفة دي بتكسف الشعر وبتطوله وبتحافظ على الشعر يلا بينا نيجي بقى التاني وصفة طبعا هو هو الشامبو اللي انا عملته بس بصوا طبعا لما اتشرب شوية من الميا بصوا القوام بقى اعمل ازاي هو ده القوام اللي انا عايزاه هسيبه حوالي ربع ساعة وقبل ما استخدمه هديله تقليبة بقى كده بالمعلقة وبعد كده هحطه على شعري طب لو انا يا راشا شعري ضهني اعمل ايه في الحالة دي كل اللي هعمله هضيف معلقة من خل التفاح او خل التفاح العضوي ويستحسن يكون خل التفاح العضوي عشان ده مناسب للشعر هضيف معلقة صغيرة وهقلبها كويس جدا وهبتدي احطه على شعري خل التفاح كمان بيساعد فيه لمعان الشعر خل التفاح بيساعد في زيادة صمك الشعرية كمان خل التفاح بيساعد فيه افراز الدهون في الشعر فبالتالي بيديني شعر صحي ولامع وقوي مع ان زيت مع وجود دقيق الامح فهو بروتين طبيعي يلا ننتقل بقى للوصفة التانية الوصفة التانية معانا برضو هحتاج حوالي معلقتين او تلاتة طبعا انا بعمل الوصفة لشعر متوسط الطول ولحاجب لكن لو انت شعرك تقيل شعرك طويل هتضعف الكمية على حسب شعرك هحط حوالي تلات معلق من دقيق الامح وبعد كده هضيف عليه من معلقة لمعلقتين عسل على حسب طول وكسافة الشعر زي ما قلت لكم انا بعتبر ان العبوات اللي بالواحدة دي بتبقى حوالي معلقة فانا مش محتاجة هنا اكتر من معلقة فهبتدي اخد معلقة من العسل ويكون عسل بنوع جيد طبعا انا هفضي بقى بقيت الكمية وهقلبه كويس عشان طبعا اقدر اتحكم في التقليب وهرجع لكم تاني بعد ما قلبه كويس عشان طبعا وانا بصور ببقى مش هارفة ان انا اقلب كويس هبتدي اقلبه كويس جدا وهرجع لكم ونضيف بقيت الاضافات بتاعتنا عشان نكمل بقيت الوصفة طبعا انا هنا حبيب برضو اوريكم القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي ببتدي كده ادمج لحد ما بيبقى القوام بالشكل ده كده كريمي طبعا لو لقيته انه هو لسه مكالكع شوية بضيف معلقة شايفين معلقة شاي من المية دافية عشان العسل طبعا بيدوب معايا بسرعة او معلقتين على حسب الكمية اللي انا عايزاها بصوا القوام طبعا لما نبتدي نضيف الاضافات بتاعتنا التانية هيديني القوام الكريمي وهنا طبعا احنا بنستخدم زيت جنين الامح بصوا هنقلب كويس جدا فواية زيت جنين الامح انه هو بيعالج الشعر المتقصف الهايش الناشف الجاف وبيساعد كمان زيت جنين الامح ان انا لما بحطه على الاطراف بيغزي الشعر وبيساعد على قوته وتقلق ولمعينه وكده بعد ما قلبنا الوصفة بتاعتنا كويس قوي وده كده القوام بتاعها لو حتيتي ان القوام بتاعها تقيل شوية هتضيفي معلقة ميا زي ما شفتي كده انا بعمل كل حاجة قدامكم وده كده بناء على طلبكم كده يعتبر بلسم طبيعي للشعر حمام كريم للشعر علاج الشعر الناشف الهايش التالف الجاف المجعد علاج تساقط الشعر علاج فراغات الشعر يعني زيت جنين الامح كمان بروتين طبيعي للشعر يبقى انا مثلا هنا بقى الوصفة لو انا عملاها كمان لشعر دهني هضيف معلقة من خل الطفاح وكده يبقى انا عملت الشامبو وحمام الكريم بتاعي بخل الطفاح عشان اعالج افراز الدموز زيادة في فروة الراس وكده ده القوام اللي مطلوب معايا بيبقى بالشكل ده اكتر حمام كريم ممكن تستخدميه وخصوصا في الصيف ده بيساعد كده عملنا الشامبو بتاعنا انا حبيت اواريكو برضو القوام بتاعه كده الشامبو معايا خلاص انا جاهزين ان احنا نستخدمه لانه سباب قيلت حوالي اكتر من ربع ساعة طبعا بديله تقليبة بالشكل ده بحطه على فروة راسي بيساعد على تنظيف فروة الراس بيساعد على ازالة الشوائب من الشعر وكده ده كمان حمام الكريم بتاعي وكده الوصفة بتاعتي بقت جاهزة ادي الشامبو عملناه للشعر الجاف عايزينه للشعر الدهني بصو كل ما بيزبر عليه شوية كل ما بتلاقي بس طبعا مش عايزا نفس كسافة حمام الكريم عايزا للشعر الدهني هديف معلقة من خل التفاح العضوي او العادي ممكن كمان اضافة نصف لامونة لو انا ما بتحسس من اللامون لكن لو عندي حساسية من اللامون بضيف معلقة خل كمان عملنا حمام الكريم بتاعنا او البلسم بتاعنا لان ده يصلح ادام طبيعي سواء حمام كريم او حمام او بلسم طبيعي ممكن اضافة كمان معلقة من الزبادي ان احنا نستخدمه على فروة الشعر وعلى الاطراف لانه مش مصنع مفهوش اي مواد تضر بالشعر وكده انا خلصت الوصفة معاكم يعتبر النهاردة عملنا اربع وصفات شامبول الشعر الجاف شامبول الشعر الدهني حمام كريم او حمام بلسم للشعر الجاف والدهني طبعا العادي برضو ممكن يستخدمه بنفس طريقة الجاف نستخدمه مرتين في الاسبوع نستخدمه تلاتة ممكن نستخدمه بشكل يومي وان شاء الله تمنى تكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله وانت اول مرة تخشي القناة ممكن تلفي لفة سريعة كده لو عقايت ان انت هتستفادي من القناة تنوريني وتشرفيني بالاشتراك كمان الناس اللي حابت تتعامني احنا مفعلين السوبرشات وجددي شبابك مع رشا مع رشا انت احلى اصرار الجمال الطبيعي اصرار الاعشاب الطبيعية مع رشا وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة واتمنى ان تكون كل وصفاتي بتعجبكم واتمنى تكون القناة عند حصن ظنكم وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة